وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد أن واشنطن تسعى إلى اتفاق أقوى وأطول مع تهران بشأن برنامجها النووي نشمل أيضا قضايا إقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية كما تعلمون عندما اقترح الاتحاد الأوروبي أن تجتمع جميع الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة للبحث في كيفية العودة لاتفاق وافقنا لكن إيران رفضت الانخراط في العملية ولذلك الكرة في ملعب إيران إذا كانوا يرغبون فعلا في المضي قدما في طريق الدبلوماسية والعودة للاتزام بالاتفاق وفي حال حدوث ذلك سنسعى لبناء اتفاق أقوى وطويل الأمد كما سننخرط في بحث قضايا أخرى متعلقة بسلوك إيران مثل تهديد أمن دول المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية وغيرها اجتمعت مع ممثلي شراكائنا بريطانيا وألمانيا وفرنسا ونتفق جميعنا على ذلك من تهران ينضم إلينا الكاتب والباحث والسياسي مصدق قابور أهلا بك معنا سيد مصدق على سكانيوز عربية كيف تنظر اليوم تهران إذا هذا اللقاء وهذه التصريحات من قبل وزير الخارجية الأمريكية وأوجه لربما التوافق الأوروبي الأمريكي والذي على ما يبدو من خلال ما أصرح به وزير الخارجية من جديد نرمي أطابة في ملعب تهران نعم شكرا طبعا إيلان كيف تنظر إيلان تنظر يعني هي على أساس لديها رؤية خاصة وربما هي قرأت يد بايدن أو الإدارة الأمريكية يتعلم يعني هم بصدد تنفيذ مخطط ضد إيلان يعني هم لا يريدون أولا العودة إلى هذا الاتفاق وإذا قالوا نحن نريد أن نعود إلى هذا الاتفاق لا يخصدون هذا الاتفاق الذي تخصده إيلان هم يفكرون باتفاق آخر أعتبر أن المناخ الجيو بوليتيكي في المنطقة قد تغير إيلان أيضا تفهم هذا الشيء يعني هناك الكثير من المتغيرات ولا بد من تعديل الكثير من الأمور ولكن إيلان تلمس نوايا سيئة يعني هم دائما نحن لاحظنا بلينكين وزير الخارجية أثناء إحاطته في الكونغرس لمدة أربع ساعات وكان يكرر دائما هذه العبارة يعني اتفاق أقوى واتفاق أطول أقوى يخصد أن يشمل هذا الاتفاق المنظومة الصاروخية يشمل الدورة الأقليمية لإيران وما إلى ذلك إيرانية متفاهمة إيرانية مساعدة لأن تبحث كل هذه الأمور ولكن بموازاة هذه التصريحات هناك بعض التصرفات من الجانب الأمريكي ولكن سيد مصدق هذا ما لم تعلنه تهران مرارا وتكرارا ولبل كان في رفض متكرر بأنه لا مجال للتفاوض على البرنامج الباليستي لا مجال للتفاوض على كل الملفات الأخرى المتعلقة فقط يمكن العودة إلى الاتفاق السابق لا تقول لا مجال التفاوض على الباليستي لا تقصد في إطار هذا الاتفاق جانب الأمريكي ينظر إلى هذا الاتفاق باعتبار أن ترامب انسحب منه والالتزامات الإيرانية ربما مفعولها يبقى لمدة ثلاث سنوات وهم يشعرون بأنهم ربما لم يحصلوا على النتيجة كما الضربة الصاروخية الإيرانية التي طالت قاعدة عين الأسدية أيضا غيرت الذهن والرؤية الأمريكية تجاه إيران أنا أعتقد الموضوع معقد جدا أنا لا أريد أن أحمل فقط الجانب الأمريكي أيضا الجانب الإيراني أنا أعتقد الظروف متغيرة ويجب البحث بجدية لأن هناك مؤامرات خطيرة تحاك ضد إيران من قبل إدارة بايدن إدارة بايدن تختلف عن إدارة ترامب وإيران أيضا لا تتق حتى بهذا الاتفاق لأن رئيس أوباما أخطى عندما أبرم هذا الاتفاق لم يمرره من خلال الكونغرس وبالتالي جاء ترامب وقال هذا الاتفاق لا يعنينا بالشيء لم يصادق عليه في الكونغرس وأنه اتفاق بين كيري وبين الجانب الإيراني ولكن سيد مصدق كل هذه المتغيرات التي نتحدث عنها سواء كان بالنسبة لأمور المتعلقة الخارجية أو الداخلية بالنسبة لإيران نتحدث أيضا هنا على الاستحقاق الانتخابات الرئاسية في يونيو وعلى ما يبدو في توجه أمريكي للانتظار والتريث لما بعد هذه الانتخابات اليوم هل تتوقع أنه أفق أي حل أو حوار مسدودة في ظل الوضع القائم حاليا والمتغيرات التي نتحدث عنها أنا أعتقد في داخل إيران حاليا رؤى ربما متضاربة هناك رؤيتين لا زالت متضاربتين أنا أعتقد الجانب الإيراني وهو صحيح هذا هو صحيح ينتظر نتائج هذه الانتخابات أيضا الجانب الأمريكي هو أيضا يحتاج إلى وقت أنا أعتقد بعد هذه الانتخابات الجانب الإيراني سوف يتخذ قراره هناك تفهم أنا كمحلل أنا كتفهم بأن الظروف الجيو بوليتيكية قد تغيرت وأن هناك أخطاء يجب أن تصحح في داخل السياسة الإيرانية خاصة فيما يتعلق بدول الجوار يجب أن تبني إيران علاقات قوية وطريدة مع إيجاراتها حتى تفوت هذه الفرصة يعني الجانب الأمريكي العسف يراوغ بايدن أخطر بكثير من ترامب بايدن هو يسعى لسبزاز إيران ويسعى لدفع إيران في الاتجاهات التي ذهبت إليه كوريا الشمالية حتى يضع إيران تحت طائلة البند السابع هذا هو المخطط النهائي يعني هم دائما يريدون أن يستفزوا إيران يعني أم يقولوا تارة نحن سوف نفك قرار التجميل عن أرصدت إيران لدى كوريا سبع مليارات أو لدى العراق ثم يخرج وزير الخارجية قبلية الذهاب إلى هذا السيناريو سيد مصدق اليوم يعني في ظل هذه الظروف إمكانية قطع تهران للجسور مع الغرب التهديد والتلوح بأوراق ضغط أخرى كالتوجه الشرقا وهو بطبيعة الحال سوف يضرب بشكل كبير أو شكل مخاوف بالنسبة للولايات المتحدة طبعا إيران إذا ذهبت نحو الشرق إيران سوف تقيم توازن يعني هي في علاقاتها هذا لا يعني نحن إذا توجهنا نحو الشرق الصيني وشرق الروسي بالتأكيدهم سوف يبيعوننا أيضا في نفس الوقت يعني نحن يجب أن نقيم علاقات متوازنة سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصينيين أو مع الروس ليكون هناك تنافس بين هذه القوة في التعاطي والتعامل مع إيران بدلا من أن نضع أنفسنا تحت عباءاتهم يعني يجب أن لا يخشوا يعني التوجه إيران نحو الشرق هو بديل طبعا لإيران ربما لتخفيف المعاناة الاقتصادية ربما لإيجاد بعض الحلول للخروج من هذا طريق المسلود ولكن لا يعني أن إيران سوف تقبل بوصايا خارجية هذا ما نعرفه يعني عن السياسة الإيرانية أنا أعتقد يعني كما قلت مرات عديدة يجب أن ننتظر نتائج الانتخابات فلا يبقى وقت طويل يعني أنا أعتقد حين الانتخابات بعد خروج هذه النتائج سوف تحسن إيران هذا الموضوع وإيران لا أعتقد أنها سوف لا تتفاوض هي تحتاج إلى التفاوض مع الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي سوية حتى تفاوض أي فرصة ارتجاهي يعني أن المعامرة الحقيقة هي كبيرة جدا ضد إيران أشكر ضيفي من طهران الكاتب والبحث السياسي السيد مصداق قابور ترجمة نانسي قنقر